ترجمة نانسي قنقر 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 إنه يلعب بإسترسال فهذا طبعاً يزيد يخليه في المستوى دياله ما ينزلش وهذا هو الخيار الذي يزياش بالنسبة للمهاجمين طبعاً دائماً نصير موجود وبالتالي فما عندناش إشكالية كبيرة على مستوى الهجوم بالنسبة لوسط الميدان هو اللي يقع فيه تغيير كبير جداً يعني لجيني لوسط الميدان تقريباً تلقوا عندنا يا الله أفقا عندنا في المجموعة أفقا عندنا يا أوناحي والمرابط هما اللي كانوا أساسين هما اللي كينا حاليان طبعاً هناك بالخنوش اللي كان في كأس العالم ما شارك كثير شارك في المباراة التالي تات يعني كحتياطي وسامل عزوزي يعني أول مرة تنسمعه بهذا الاسم تي حضر طبعاً اللاعبين الشباب كانوا طريق بعد منهم كانوا من فارق من فارق الأولمبي آميل ريت شالدسون يعني هذا الاسم هذا حفظوهم جيد وكذلك اسماعي الصيباري الذي طبعاً داروا حد البطولة كبيرة بطولة إفريقية لأقل من 23 عشرين سنة ومن بعد مباشرة يقوم بمباراية كبيرة في الملعب مع الفارق ديالو في الدوري الهولندي هناك سليم أبلح سليم أبلح الغائب الحاضر لأنه كان سليم أبلح دائماً كان عنده مشكلة يعني أنه غير من إسبانيا من بلجيكا جل إسبانيا وقعوله بزبدي المشاكيل نتمنى يسترجع المستوى ديالو له ولا طريقة سودالي لأن هذال اللاعبين هذو كانوا في حد الفطرة من اللاعبين الأساسيين واللاعبين اللي اعطوا واحد إضافة كبيرة لمنتخب المغربي بالنسبة للدفاع فطبعاً كما تكلمنا على أشرف حاكيمي ونصير مزراوي ونيفاقرد ورومانسي سيد روباعي موجود ولكن الجديد يحي عطي الله كذلك كان موجود هو اللي لعبت قريباً ظهير أيصر وسجل هدف ضد بورتغال يعني هولد التمريرات البرتغال وغير تقف التاريخ هناك بلا الخنوس يعني اللي كانت يدخل احتياطي ولكن الجديد هو اللاعب يونس عبد الحميد يعني يونس عبد الحميد يلعب مع فارق ريمس وفارق ريمس الدوري للدرجة الأولى هو عامد الفارق طبعاً يبلغ من سن تقريباً 33 سنة ولكن لماذا استدعاه؟ هذا السؤال يعني غالباً هنا يفين تتبلك الواحد يشوفه كأنها تناقض ولكن ليست تناقض لأن والدرجة يبحثوا على ركائز يعني هذا عامد فارق في أوروبا وينافس وفي مستوى عالي فبالتالي جابوا باش يساعد الفارق يعني يساعد هات الشباب يعني هو في وسط الميدان يعني 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 غي يساعد المرابط من جهة وكذلك غي يساعد دوك الشبان وغي يعطيهم الخبرة ديره وتجريبه وإحنا ما مكرهناش يكون عندنا في كل خط لاعب يعني عنده خبرة وعند تجريبه في الدفاع طبعاً كإن سايس في الوسط اللاعب اللي دوينا تحددنا عليه الآن وكذلك في الهجوم وبالتالي هاد الخطوط كلها إذا كان فيها لاعب عنده خبرة وتجريبه فغي يزر معه باقية اللاعبين وبالتالي ما غيكونش وحتى صرع من كنوا فيزين أو تخوف من كنوا خاسرين لأن هنا هي المبارئة تتلعب هالطريقة هذي أن الفارق اللي تلعب بهدوء تلعب على خاطره ما تتصرعش وهذا هو المساج اللي كان في قطار أنه منتصر العوش بشوي يعلينا الخطة دينا حافظينها تقريباً أعتقد أنه سيحتفظ بخطة أربعة واحد أربعة واحد لأنها مشابهة ربما إذا مع اللاعب اللي دويت عليه يونس عبد الحميد غي ساعد إلا لعب به يقد يقول لي أربعة جوش ثلاثة واحد يعني في هذه الحالة هذي غيقول لي عندك المرابط ويونس عبد الحميد اللي هم جوش قتالة يعني تنشوفهم كي تلعبوا وبالتالي والمرابط تنهنؤه لأنه اليوم تلعب مع مانشستر يونيتد يعني مش سهلة وبالتالي تنظن أنه الفارق اللي هنشوفوه في كأس الفارقة المقبلة ويكون فارق يعني متكامل قوي بلاعب أصحاب خبرة وبلاعب شباب غتكون عنده الصلع في الأطراف غتكون عنده تنظن الأهداف كثيرة الحارس بونو لا محيد عنه لأنه هو الحارس الأساسي رغم أنني تسألت لماذا لم يلعب في بطولة عصبة الأبطال الأسيوية لأنه يلعب حارس بديل أمس مع الهلال رغم أنه مفاجد ثلاثة صفر وبالتالي ربما الخيار للمدرب هو أن بونو يلعب الدوري السعودي والكأس والبطولة الأسيوية ليلعبها الحارس للمنتخب لأنه حارس منتخب السعودية لازم يلعب مباريات وبالتالي هذا هو الاتفاق ربما اللي كان بينه وبين المسؤولين والذين ينوبون على ياسين بونو في المحادثات مع الإدارة للنادي الأهلي السعودي